واصبحت الحديث الشاغل للأسرة المصرية بس هي ممتدة من خمس ستة وشور فاتت لأن في الترمي التاني السنة اللي فاتت ابتد أصحاب الكتب الخارجية يرفعها 30% في الترمي التاني فوجينا بقى من السنة دي ابتدوا يطلقوا إشاعة وهي حقيقة يعني مش إشاعة إن الأسعار الكتب الخارجية هزيد 50% يعني دي بـ 50% و30% يبقى 80% بيحجة ارتفاع أسعار الورق والطباعة والحبر والحبر والكلام طيب دي بقى المشاكل إحنا بقى ن Corinthية واحدة بنتكلم عن المشاكل بش نتكلم عن مستقبال ولادنا نعم بقى نتكلم عن المشاكل أكتر ما بنشوف احنا بنعرف ولادنا بيستفيده إيه هل منتج التعليم في مصر بقى كوي سيقدر ينفس فيه العمل أو لا ينفس فيه العمل يبقى المشكلة وكل احنا كله شوان بنتكلم عن مشكلة مشكلة المناهج ولا مشكلة رابعة وخامسة ابتدائي وتطوير رابعة وخامسة ابتدائي ولا الدروس الخصوصية ولا أسعار الكتب ولا الأصعب كمان أسعار المدرسة الخاصة نعم نحن بنكلم دلوقتي في الكتب الخارجية وأسعارها يعني يعني التعليم في مصر بقى ناقص كل حاجة كل سنة فيه مشكلة تانية والأسف مزارة التربية والتعليم ما بتقدرش تحل ومش عارفة تحل السؤال ألا يمكن الطالب الآن ولمدرس السناتر إن إحنا نستغني عن هذه الكتب الخارجية ونستعد مكانها بملخصات من الممكن نعملها مدرس من المدرسين حاجة تانية حتى لو السناتر مستخدمش الكتب الخارجية بيعملوا ما لازم أغلى من الكتب الخارجية معنامش هتكلفة والطباعة يعني ممكن شوية ملخصات وبيبقى ورقة مثلا عشرين تلاتين ورقة بس يبقى عليك بمتين جنيه ولا بمتين وخمتين جنيه نفس الفكرة هو الموضوع كله بقى موضوع استغلال وموضوع ما حدش خايف من رد الفعل وما فيش ركابة وأكيد ما حدش خايف من ربنا في الأول في الآخر صاحب الكتاب الخارجي أو المطبع أو الناشر هو الوقت اللي لا يخضع لي وصورة الوقت التعليف يعني هو النهاردة أنا ببيع لك منتج المنتج ده بألف جنيه عاش الشريش لي مش عاش شريوش لأ ما هو الطالب طالبة في مصر مجبورين يشتريوش يعني كان الأصل إن المدرسة نستغني بكتابها عن الكتب الخارجية حلو مش إنه هنقول لك أصلا ما فيش ليين رقابة على صاحب المنتج اللي بتاجر أصلا أنا بأعرض عليك منتج المنتج ده بخمس قروش عاربك تاخدو مش عاربك تاخدوش ما هو ليه أنا بلجأ ليه بقى نعم ليه مضطر إن أرجع لكتاب الخارجي لأن الكتاب المدرسة ما فيهوش أي حاجة لا آآ مقدمة معلومات التعليم صح ولا عرض الكتاب صح ولا المحتوى آآ مناسب لكترات الطلبات طبعا أنا ممكن أقدر أقول ولا 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 الكتاب المدرسة لو استعان به الطالب إنه يفهم منه مباشرة من غير مدرس يساعده في سنتر هنقول ممكن يكون ده صعب شوية لأن ما فيش الدربة على المسائل وما لا غير ذلك صعب جدا لكن فكرة النهاردة إنه هو ياخد الكتاب ومدرس برضو اللي في السنتر يشرحونه ويوجد له مسائل ويوجد له تدريبات وهم يسجلوا وراء المدرس ما إحنا ممكن نحل بالشكل ده ما هو نحل هذه اعتمادنا كاملة على الكتاب الخارجي أنت برضو حدوك بتتكلم عن السناتر نعم يعني دخلنا في مشكلة تانية بغض النظرك إنه هي مشكلة ربعية قائمة أنا بتكلمه هو إيه الفرق من الكتاب الخارجي والكتاب المدرس تمام الكتاب الخارجي معروض عرض كويس جدا طباعة حيلة توصيل المعلوم فيه سهل نعم فيه كم من التدريبات والتمرين لحصرة له جميل فيه كم من الامتحانات مش موجودة في كتاب الوزارة ده فيه مشكلة كبيرة جدا ما وكتاب الوزارة يفتقد كل هذه الأشياء بالعكس ده شاله السنة اللي فات التدريبات من كتاب الوزارة طب ليه؟ عشان يحطها في الكتاب الخارجي تمام ما هي المشكلة يا أستاذ عمر إن اللي حطين الكتاب الخارجي معظمهم اللي حطين كتاب الوزارة تمام طب إيه الفرق هنا وهنا بقى وحنا لازم نعرف لازم حد يقول لنا الفرق ليه بيعمل الكتاب الخارجي كويس والكتاب المدرسي وحش ليه؟ لأنه هنا بيستفيد ماديا في الكتاب الخارجي وبياخد ألافات وممكن ملايين الجنيهات هنا ما بيستفيدش ماديا تمام حال بسيط والله جد بس أو نفرض على اللي بيحطوا الكتاب الخارجي الكتاب المدرسي يعملوا صورة اشتركوا في القناة